اشتكى بعض العمال الوافدين من الأزمة الشديدة أمام مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في العاصمة عمان لغيات استصدار وثيقة خلو من الأمراض لغيات تصويب أوضاعهم بموجب قرار وزارة العمل آلاف من العمال الوافدين يستيقظون صباحا لغيات تجديد تصاريحهم متجهين لمديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في العاصمة عمان بطوابير مصفوفة أمام المديرية لاستصدار وثيقة خلو أمراض في أزمة لأن كل واقف على هيك على هي الدور كل واحد بيجي معاده بيخش على دوره وبالرقم أصلا يعني مش كل واحد إله رقم الأزمة الشديدة تكمن في أعداد العمال الضخمة الذين يراجعون يوميا مقارنة بعدد موظفي مديرية صحة الوافدين ما يشكل عبا إضافيا على الطرفين بالإضافة للمركز اللي عنا فيها 12 مركز بشمل واللي هي جميع المحافظات طبعا من المفرق لحتى العقب يعني بكل محافظة فيه مركز تابع عنا اللي هو للأمراض الصدرية ولا صحة الوافدين بالفترة الحالية يعني فترة طارئة وأزمة يعني بتعدي يعني فعلا فيه شوية اقتضاد وهذه مرحلة منعتبرها يعني مرحلة عادية وبدها تأخذ دورها يعني لأنه فيه فترة تصويب عمال والمرة الحالية التي تصويب كان لجميع الجنسيات ليس بس حتى للعمال المصرية لكل الجنسيات وزارة العمل أقرت بوجود أزمة كبيرة خلال هذه الفترة بسبب تمديد فترة تصويب أوضاع العاملين في الأردن من كافة الجنسيات واستصدار تصاريح العمل التي وصلت في الأسبوع الأول إلى 15 ألف تصريح نحن نعترف أن بعض مدرياتنا كان فيها اقتضاد شديد جدا مثل مدرية عمال الصويلي الحسين نسميها عمال أولى والمفرق والجيزة وسحاب وبالتالي كان هناك بعض المعنى استطعنا نحل هذه المشكلة من خلال توفير كادر بشري مؤهل خلال هذه الفترة وقامت الوزارة بتقديم إعفاء عمالي للعمال المخالفين في حال أرادوا تصويب أضاعهم قررت الحكومة يعني قرار مجلس الوزراء بأن يكون هناك إعفاءات معينة يعني عامل وافد الآن موجود في الأردن عليه غرامات معينة حاب يغادر نحن بنع فيه بنسبة 60% من الغرامات ما يقارب الأسبوعين وتنتهي مدة تصويب الأوضاع القانونية للعمال الوافدين وما زالت المطالبات مستمرة لتحسين خدمات استصدار التصاريح نور عز الدين رؤية